مع قدوم كل حكومة جديدة يطرح ملف النازحين وتعاد ذات القصة وتناقش الحلول لتطوى بعد فترة وتبقى المخيمات مشرعة والمناطق المستعادة مدمرة بحيث لا تتعدى قضية النازحين مسألة التجارة السياسية والدعايات الانتخابية وزارة الهجرة والمهجرين بين الفترة والأخرى تعلن إغلاق المخيمات وتطلق برامج تحت مسمى العودة الطوعية بينما هي بالنسبة للواقع تعد إعادة قصرية بسبب غياب الشروط الملائمة للعودة وعلى رأسها وسائل المعيشة والخدمات والبنية التحتية فضلا عن المخاوف الأمنية المتمثلة بوجود الميليشيات وتحكمها بالقرار في مناطق النازحين والمهجرين لجنة الهجرة النيابية ذكرت أن مفاوضات تشكيل حكومة السوداني تضمنت الاتفاق على حسم ملف النازحين بأسرع فترة ممكنة وهذا ما عكسته القرارات الارتجالية غير المدروسة التي تخص المخيمات إذ إن الحكومة الجديدة تريد طي هذا الملف بدون التفكير في عواقب إخراج النازحين من المخيمات إلى المجهول أقل شروط العودة هي وجود ضمانات أمنية حقيقية تحمي النازحين من عمليات الانتقام والخطف والإخفاء القسري مع توفر أدنى شروط الإقامة التي تبدأ بعملية إعمار لا تزال غائبة ولا توجد بوادر للبدء بها في ظل المعطيات الحالية وبينما يدور الحديث عن النازحين في محافظة نينوى بعد كل ما لحق بها من دمار تبقى أزمة مهجري جرف الصخر والعويسات ومناطق فيديالا وصلاح الدين خارج الحسابات فهذه المناطق التي حولتها الميليشيات إلى مقر عسكرية ومستودعات لتخزين السلاح لا تخضع لسلطة الحكومة في بغداد وإنما ترتبط بطهران بشكل مباشر وبالتالي هي خارج حسابات الحديث عن إعادة النازحين أزمة النازحين كغيرها من أزمات العراق لا تحل بالقرارات الارتجالية والأعمال الترقيعية وإنما تحتاج إلى تغيير الظروف السياسية بشكل جذري حتى يتم حلها بشكل صحيح